الأمهات وبعض الآباء أيضاً الذين يسيرون وفق الدعاء على الأبناء بين أن يكون وسيلة ضغط أو زلة اللسان في بعض الأحيان أو الاعتداء بالدعاء ومفاهيم أخرى سنتحدث عنها مع ضيفنا الكريم الأستاذ معن دمرة مشرف التربية الإسلامية في مديرية التربية والتعليم أهلاً وسهلاً بك أستاذ معن وتشرفنا بحضورك دائماً وأبداً أهلاً وسهلاً بكم صباح الخير لك ست وفاء ولجميع المشاهدين والمستمعين والطاقة والمرافق الله يسعد هذا الصباح دائماً وأبداً وهذا الإطلال المفيد إن شاء الله في برنامج طلت فجر إجمالاً يعني نبدأ الحديث أستاذ معن بالحديث عن دعاء الأهل على الأبناء إيش هذا الدعاء وبالعادة شو أنواع الدعاء اللي ممكن إحنا تتبادر للذهن في هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم دعينا ست وفاء أولاً أن نتبين فضل الدعاء وما له من أثر طيب في حياة الإنسان فللدعاء أثر عظيم وفضل كبير إذا حرص المسلم على استمراره والاهتمام بالدعاء في كثير من الأوقات لأن الدعاء خير كله إما أن يستجاب وإما أن يصرف الله تعالى عن الداعي بثل ما دعا وإما أن يدخر أجره وثوابه ليوم القيامة وكذلك الدعاء خير في الدنيا والآخرة ففي الآخرة عند وفاة الإنسان يبقى أثر الدعاء موجوداً معه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ومن الآثار الطيبة للدعاء أن الدعاء هو الوحيد القادر على رد القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء كما ورد في الحديث الشريف بأن الدعاء يسر على الإنسان فالمريض مثلاً إذا استمر في دعائه فإن الله تعالى قد يشفي هذا المريض وبالتالي يكون الدعاء سبباً في الشفاء والخروج من أثر المرض ولذلك جاء في القرآن الكريم الآية العظيمة التي تبين أهمية الدعاء وفضله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهذه الآية تبين أنه لا وساط بين الداعي والمدعو ولا وساط بين الخالق والمخلوق وبين العابد والمعبود فالعلاقة مباشرة بين الإنسان وربه وحتى يكون الدعاء مستجاباً لا بد أن نتعرف إلى بعض آداب وشروط الدعاء فمن ضمن هذه الآداب أن يتحين المسلم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وأن يكون يفضل أن يكون على وضوء أن يستقبل القبلة أن يرفع يديه عند الدعاء وأن يبتعد في حياته عن المحرمات كما ورد في الحديث الشريف الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل شعره ويمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وحينما أراد سعد أن يكون مجاب الدعوة طلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعطيه نصيحة لاستجابة الدعاء فقال له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة فهذه الأداب وغيرها حري بنا أن نهتم بها قبل أن ندعو ونتمنى بصراحة أستاذ معين أن تكون هذه الأداب للدعاء الجيدة الحسن بصراحة لذلك هنا نقف عند أنواع الدعاء ما هي هذه الأنواع؟ هل بالفعل هناك الدعاء الحسن وهناك الدعاء غير مرغوب به وهناك صيغة معينة للدعاء؟ نعم هناك أدعية مأسورة ومفضلة ومستجابة ويستحسن أن يدعو بها الإنسان في كل وقت وحين كما في أوقات يمكن للإنسان أن يدعو فيستجاب الدعاء ومن هذه الأوقات يوم الجمعة ما بعد العصر إلى قبل مغيب الشمس في يوم عرفة في رمضان ما بين الأذان والإقامة وبعد دبر كل صلاة وفي أثناء السجود أفضل أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فهذه أوقات جميل جدا أن نحرص على الدعاء فيها وقبل النوم وبعد المنام وكذلك في دعاء الصباح وفي دعاء المساء أدعية كثيرة ومأسورة جميل جدا أن يكون المسلم لاهجا بها ومتذكرا لها في هذه الأوقات لما لها من أثر طيب ففي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة نعم لها آخر وكذلك التنطع في الدعاء مع تحريك اليدين ورفع الصوت وعمل حركات لا فائدة منها وكذلك المبالغة في الطلب مثلا أن يقول اللهم اجعل لي قصرا عن يمين الجنة فهذه تسمى الأدعية المبالغة فيها والاعتداء في الدعاء كذلك أن يدعو بقطيعة رحم أو إثم أو جانب سلبي فهذه أدعية لا تستساغ ولا تقبل نعم إجمالا يعني واضح جدا أن نتسلسل نحن بالحديث بالطبع عن الدعاء لكن كما ذكرت بعد هذه المقدمة ومشكور عليها أستاذ معا يعني دعاء الأهل وهذا الشيء في البعض يتخذه نهج ونمط في الحياة بصراحة وفي حتى بعض المشاركات من المتابعين والمتابعات أولا تحية لك من زميل خلد بدير بيقول لك مباح كالتفاح الصباح معك جميل صحيح أنت ذكرتيني أحد الأصدقاء العزاء عليكم أستاذ خالد سلامات من السويداء كل بي أيوة وعلى سيرة السويداء بيقول في الدعوات إنه للأسف طبعا روح الله يكسر خاطرك إله ياخدك روح ريتها سودا ومن هذه الأمور طبعا من الدعوات اللي إحنا يعني بنستغرب لما بنسمعها فنشعر بهولة وبثقالة حتى لو كانت على سبيل المزح أحيانا فما بالك لما الأهل الآباء والأمهات بصراحة يتضرع وربما يخصص وقت بعد أن يقوم بالوضوء والاحتشام أنا أتحدث عن النساء والرجال أيضا ومن ثم التوجه إلى القبلة كي يدعو فقط على أبنائه إما بوسيلة ضغط أو أن تكون فيه اتجاه آخر زلة لسان فما تدعوش على أبنائكم ليش هذه العبارة إجت وشوه دعاء الأهل على الأبناء نعم نعم أولا ضروري أن نعرف أن الأبناء هم زينة الحياة الدنيا وهم نعمة عظيمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا فلابد أن نعرف أهمية هذه النعمة نعمة البنين والبنات وأن نعطي هذه الفئة حقها ومستحقها من التربية والتعليم والإرشاد والنصح وأن نفرح بمقدمهم لا أن نحزن لذلك يجب أن نعد العدة ومع ذلك نعرف أن الأبناء أحيانا يميلون عن الجادة ويخرجون عن الصواب وعن الاستقامة نعم ففي هذه الحالة هناك نهي نبوي صحيح يمنعنا من الدعاء عليهم كما ورد في الحديث النبوي الشريف لا تدعو على أنفسكم لا تدعو على أولادكم لا تدعو على أموالكم نعم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فهذا نهي واضح وكذلك هناك حديث آخر حسن يستأنس به ثلاث دعوات مستجابات صحيح دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده أو رواية دعوة الوالد على ولده فهذه من الأمور المنهية عنها وبالتالي على الأباء والأمهات أن يضبطوا ألسنتهم قدر المستطاع والبديل عن هذا بدلا من رفع الأيدي طالبين الانتقام من هؤلاء الأبناء عليهم أولا أن يدعو لهم بالهداية نعم والاستقامة وإلهام الرشد والحرص على الطاعة وتيسير الأمور والسداد والخير في القول والعمل ثم إذا سدت كل الطرق فبإمكانهم أن أحيانا يرفعوا سهم العقوبة والغلظة في التعامل وما إلى ذلك لكن حذار حذار من الدعاء على الأنفس والأولاد لأن هذا على خطر عظيم ولكن رب العالمين ستوفاء رحمته واسعة حينما بيّن أن دعوة الأهالي في حالة الغضب والضجر لا تستجاب كما ورد في القرآن الكريم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لكضي إليهم أجلهم فهذه الآية معناها لطف رب العالمين ورحمته الشاسعة الواسعة تدل على أنه لا يستجيب دعاء هؤلاء الأهل على أبنائهم في حالة الضجر والتعب والغضب نعم لكن في نفس الوقت يجب أن نحذر الأهل أن هناك ساعة قد يستجاب لكم فيها بالفعل نعم حتى وإن كانت الدعوات ليست بالخير نعم إذا كان هذا الوافقة ساعة يستجاب فيها فقط تصيب على الأبناء وبالتالي يعيش الإبن متعثرا في حياته يعيشه في ضنك العيش يعني لا يشعر بألذة الحياة بحال من الأحوال فحذاري حذاري أما الولد العاق شديد العقوق لأمهاتهم وأبائهم فهؤلاء يعني قال بعض العلماء يمكن أن يصل الحد إلى الدعاء عليه ولكن كما قلنا بشرط أن يستنفذ كل الخيارات الأخرى يعني لا نلجأ إلى الدعاء عليهم كأول خيار أو ثاني خيار بعد استنفاذ كل النصح والإرشاد والطرق الصحيحة لذلك قد يصاب هؤلاء الأبناء كما ذكرنا في الحديث أنه يصاب من الثلاثة الذين يستجاب لهم دعوة الوالد على ولده إذا كان مصرا هذا على العقوق ويرفع شعار خالف تعرف في تعامله نعم طب يعني أستاذ معا في بعض الأحيان يتخذ الأهل شعار يعني خلا نقول كوسيلة ضغط بصراحة على الأبناء ومبررا لهم إذا لم تستجب والله رح أدعيك ونخلك في الدعاوة هيك كثير من الأهل بصراحة بنسمع سواء آباء أو أمهات على وجهة تحديد الدعاء بيكون بالأغلب من الأمهات يعني على الأغلب يعني صفة نسوية يميل أن يكون نسوية أكثر من أن تكون ذكورية بصراحة فإذا ما عملت ليش الشغلة الفلانية والله لا أدعيك أو مثلا ما هو إذا أنا بعملش هيك رح تدعيك بس في بعض الأحيان لا تكون الأمهات على صواب حتى في طلبها وبالتالي قد نجد أن بعض لربما الظلم في الموضوع وأيضا بالإضافة إلى أن الطلب لا يكون ضمن الأمور الصحيحة سلوكيا فهنا كيف يمكن أن نوازن بين خوفنا من دعاء الأمهات والآباء على أبنائهن وفي نفس الوقت على أن لا نطيعهن في شيء مخالف للدين بر الوالدين أمر عظيم وقاعدة عريضة وكبيرة في الشريعة الإسلامية ينبغي أن يحرص جميع الأبناء على بر آبائهم وأمهاتهم وبر الأمهات والآباء يجب أن يكون ولو كانا مشركين وفي القرآن الكريم بيّن وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا تطعهما إن كانا مشركين كان القرآن الكريم ولكن أوصى وصاحبهما في الدنيا معروفة فينبغي ستوفاء على الأبناء أن يحرصوا على بر أمهاتهم وآبائهم أن يحرصوا على بر أمهاتهم وأبنائهم وأبائهم في كل الأحوال والظروف ما عدا إذا طلب هؤلاء الآباء والأمهات معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فبالتالي حتى لو هدد الآباء والأمهات بالدعاء فإن رب العالمين يحمي هؤلاء الأبناء لأنهم لم يطيعوا في معصية إنما الطاعة في المعروف نعم إذن يعني هذا الدعاء اللي بيكون من باب وسيرة الضغط يعني لنطمئن أيضا الأبناء أنه ليس بالضرورة أن تتم الاستجابة لمثل هذه الدعوات لكن في نفس الوقت بنقول الأمهات كثير بنضغطه وكثير بعصبه وأحيانا زلت اللسان بتكون إما بالدعاء على أنفسهن أو على أبنائهن فمثل هذا النوع من الدعاء يعني شو بيكون وضعه؟ نعم أيضا من الأمور الخطرة وغير السليمة وغير المستساغة في حياتنا أن يدعو الإنسان على نفسه وهناك حديث صحيح هذا يمنع للإنسان أن يدعو على نفسه نعم فقال صلى الله عليه وسلم بما معناه لا يتمنين أحدكم الموت نعم ولكن فليكل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي نعم فهؤلاء الذين يعشكون الموت والتخلص من الحياة بسبب عقوق أبنائهم أو بسبب ظروف اللهمت بهم هؤلاء على خطأ واضح عليهم أن يتوبوا أن يعوبوا عن هذا التصرف وعليهم أن يصابروا وأن يصبروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم ونحن في فلسطين ينبغي أن نضرب مثلا ويحتذى وأسوة تكتدى في الصبر والمصابرة والعطاء لكثرة المدهمات والمصائب نعم وهنا دعوة للأهل الذين ربما يختارون أوقات يتجهزون للدعاء فليكن هذا الوقت ولتكن هذه الكلمات عزيزة عليكم ولتكن بالخير وبالهداية لأبنائكم يعني صدقا في البعض يتفنن أستاذ معن في الدعوات السيئة على الأبناء أو على المحيط لكن في بعض الآخر بيقول لك طب ما هو أنا مظلومة بعض الأمهات وبعض الأباء طب ما إحنا مظلومين من أبنائنا أوليس دعوة المظلوم تستجاب أوليس واجب علينا أن ندعو لأننا مظلومين لكن في نفس الوقت على من تدعو على أبنائك فهون شوي في زي خلينا نقول يعني مفارقة في الموضوع أنه ما بين أن تكون مظلوما بصراحة كأهل وكوالدين وبين أن تدعو على أبنائك فلذات أكبادك نعم في القرآن الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من الكون إلا من ظلم في حالة الظلم يجوز للإنسان أن يرفع صوته مطالبا بحقوقه وأن لا يتردد في ذلك ولكن لا يصل الأمر ستوفاء بحال من الأعوال أن هذا يباح أن أدعو على أبنائي وأن أطلب من رب العالمين أن ينتقم منهم أو أن يعسر حياتهم لكن كما قلنا في أوقات الإنسان يكون لا يضبط أعصابه في حالة الغضب والهيجان ففي هذه الحالة رب العالمين يتجاوز ويعفو ويغفر أما القاعدة العريضة مهما وصل بالإنسان الحد عليه أن يضبط قدر المستطاع فالكلمة الطيبة صدقة ويعجبني الفأل والاستبشار والتفاعل نعم إجمالا نتمنى أن يكون قد أو نكون أجملنا في هذا اللقاء حول دعاء الأهل على الأبناء متى يجب أن يكون الدعاء في أي الأوقات آداب الدعاء إضافة إلى أنواعه كان قد ذكرها الأستاذ معا إضافة أيضا إلى أن نرطب ألسنتنا ونعودها على الدعاء الخير حتى وإن كان هناك عقوق أو كان هناك ظلم بالنسبة لأبناء خاصة أن أتحدث أن ندعو لهم بالهداية أن ندعو لهم بالخير عسى ولعل أن يتغير وأن ترين القلوب يوما ما إجمالا سعداء جدا ودائما برفقتك أستاذ معا على هذه المعلومات وعلى هذه بصراحة الأحاديث التي تمررها لنا الجميلة التي لا نمل من الاستماع إليها ونأمل وبالتأكيد هناك يعني صباحات لك محمد صباح بيصبح عليك أيضا وجدان دراغم بوركتا وجزاك الله خيرا هيفا تقاطق كل الاحترام والتقدير أستاذنا الكريم سعد صباحك وبالتأكيد نصر دراغم يدعو بالخير وبيقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين دائما وأبدا اللهم أمين وبشكرك جزيلا شكرا الأستاذ مع اندمر مشرف التربية الإسلامية على هذا الحضور ونواصل المشوار أصلا